حالو معنا بشر لكن البشر ما احلاهم مئة وعشرين فريم مئة وعشرين فريم ليش؟ هلا فعلش هو حلوين تهياتي شباب وصوايا بفيديو جديد من فترة او من اسبوع وقت عقد شراكة مع ويتست بروف دوك هاي البرنامج او هاد الشركة هي من شركة تين سنت اللي تطوير الالعاب طبعا كلنا هتنا منعرف شركة تين سنت ولعبتها المشهورة بابجو موبايل فهذا التطبيق وظيفته انه يختبر اداء الالعاب فمو بس تين سنت يستخدم هذا التطبيق للاعبته ولكن كل الالعاب بكل الاف ديوتي مجموعة الالعاب كبيرة بيستخدموا هذا التطبيق لقياس الالعاب قبل ما يطرحوها بالسوق فطبعا هي فرصة كتير ذهبية للي كقناة صغيرة لنعمل اتفائية مع هاي الشركة الكبيرة فميزة هذا التطبيق او قبل ما نحكي عن ميزة هذا التطبيق بدنا نحكي عن افكار هذا الفيديو اللي هي راح نحكي عن ميزة التطبيق بشكل عام كيف ممكن تحصل عليه وكمان بدنا نحكي عن اداء الالعاب اداء الالعاب على او لعبة بابجو موبايل على ايباد برو نسخة الاموان فالفكرة اللي بدني اعتمد عليها هي الانتيالسنج الانتيالسنج معروف انه هو اكس فور بيدعم على هذا الجهاز اكس فور فهاي فرصة كتير خلوة لحتى نشوف اذا هو بيدعم تسعين فريم لاني عندي شك انه ما بيدعم تسعين فريم طبعا اذا ما جربت التطبيق فمشان لا تقوله غشاش بس اهم ميزات هذا التطبيق انه ما بدك روت هاي الميزة الوحيدة اللي كصانع محتوى عم يشتغل لحاله ما في معوتيم فلا هيك هو هاي الميزة الوحيدة اللي يعني مباشرة ما توصل لجهازك دغري خلاص ما بدك شي تاني وفكرة حلوة كمان اللي صناع المحتوى اللي هنه مثل تقريبا قنواتهم صغيرة او نوعا ما اكبر شوي فممكن تتواصل معهم ممكن توصل انت وياهم الاتفاق ممكن يعطوك ساعات مجانية اكيد وعفكرة الجماعات كتير كويسين وكتير حبابين وحتى تواصلوا معي عن طريق الواتساب يعني فهيه الالعاب والشركات اللي هي بتدعمها مثل شاومي مثل موتوريلا حتى شركة سيارات ممكن الاجهزة الذكية جواتها والاجهزة اللوحية اللي بتجي بقلب السيارات واكيد فينك تحمل التطبيق وبعد ما تحمل التطبيق في عندك خمسة عشر دقيقة مجانية بالاضافة لعشرين دقيقة اذا كنت واصل انت جهازك تعمل ريكورد يعني خمسة عشر دقيقة تجي لايف وازا بدك تسجل الداتا معك فقط عشرين دقيقة فاستغل الفرصة اذا بدك تجرب شيء مباشرة فالتطبيق مباشرة بعد ما توصل لجهازك في عندك هون خيارين خيار الوايرلس صراحة ما شابك معي لانه انا معي الجهاز ويندوز فاذا معك ماك ممكن يشتغل وايرلس فانا وصلته كابل فبعد ما وصلته كابل بدك تجي وتختار اللعبة لعبة باب جي موبايل وهلأ راح نجرب نلعب بوتكامب كالعادة ورح ننزل 4x طبعا نحن بشغلي مروحة التبريد لانه الجو كتير شوب راح ننزل بوتكامب ولكن على الاطراف لانه عم نموت لما عم ننزل في المنتصف فنحن الفكرة انه نلعب دقيقتين ثلاثة هيك شي ببوتكامب مع عدد كبير من اللاعبين تماما الآن الفريمات متل ما شايفانا نستمع طلعنا بالطيارة ولكن 90 محافظة وبدون تسجيل شاشة والاضاءة حاطة على 90 بالمية الاضاءة متل ما انكم شايفين على 90 وطلعت الفريمات على 120 يا سلام يا سلام سلم اك بس يا مطر الله يبعت الخير طبعا هاي نكتة معنا زريفة عاطلة بس اللي عندهم ديرتي مايند بيعرفوها مثل يعني فنحن نازلين بوتكامب ومعادة لبقسة به من اللاعبين والفريمات 88 محافظة بدون تسجيل شاشة الفريمات تساين كما لا دروا ولا خوزة. واخيرا ندروا خوزة. ونروح. على بس هم نحاول تشوف الفريمات تسعة وثمانين حافظة. راح نموت حتى ما طول الفيديو. فمثل ما شفنا بالجيم الاول كنا ما عم نسجل شاشة كانت متحافظة للتسعين ولكن هلأ بدنا نلعب فور اكس وبدنا نسجل شاشة. نحن عم نسجل بمسجل شاشة اللي بيجي مع نظام نفسه. ما عم نسجل باي مسجل اخر. فالفريمات طلعت على المئة وعشرين نزلت على التسعين. طبعا لانه يمكن نزدنا القائمة. ولكن حافظت على المئة وعشرين عطت مجال عم تطلع على المئة وعشرين عم تنزل شوي. عم تنط بين المئة وعشرين. ليش مئة وعشرين? بابجي ليش مئة وعشرين? راح ننزل كمان بنفس المكان نحاول ان تم عايشين دقيقتين فقط. ما عدنا اكتر. ما عدنا تطول الفيديو لانه في عنا اختبارات تانية. ليش مئة وعشرين? ليش مئة وعشرين بابجي? اه هلا نزلت اضاءة الجهاز. جهاز سخن يعني. اه بلش. جهاز سخن. مع اني مشغل مروح التبريد. ولكن مئة وعشرين. رجع الجهاز. اعطى اضاءة عالية. برد. اه مشكلة سخونة دائما موجودة بكل الاجهزة لوحية. ولكن ليش مئة وعشرين بابجي? بابجي ليش مئة وعشرين? انا عم ستجل شاشة. ولك اويله اويله ليك العالم. ليك. ما شاء الله. بابجي ليش مئة وعشرين فريم? انا ها مع مفهمة. عندما نكون نستجل شاشية تعطي 120 فريم عندما لا نستجل شاشية تعطي 90 لازم نكون العكس ونحن نستجل 4X أنت ألسنك كيدا 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 فريمات عم تطلع وتنزل أنا محاول أعطي عين على الفريمات الفريمات عم تطلع وتنزل بين التسايي للمية وعشرين شو الفكرة؟ من باش عهد البناجر نوع يلا طاب الموز يا عرب لا 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 رح ننزل كمان جيم تاني ونحن نستجل شاشية بانتي ألسنك فور اكس حسيت ظلمناها ما عطيناها حقه وهذاك طلع لنا مش شباك فجأة أكلناها متنا بيتي أخوتنا يلا بود كامرا رح ننزل في المنتصف كمان حتى ما نطول الفيديو ونموت بسرعة ونعيش يعني بس نضق رجلنا بالأرض يا سلام يا سلام طبعا هذا نجاح اختبار لأنه كونه في لعبين كتير فهو اختبار ناجح نحن ننزل ليش مية وعشرين يا الله اوه لا اكيد انا مبسوط بالمية وعشرين ولكن نحن نسجل شاشية عم تعطي مية وعشرين اه التغيط الفكرة التغيط الخطة التغيط الخطة والله منظرها بخويف التغيط الخطة نحن نحاول انت معيشين هذا الامكان تفشل خطة تنجح خطة والمجرم وتوقفه الشرطة ياب راهنا على الهنجار تاني خلينا نموت ناوه ما بعض فزا ولا كعاش باهر البوتات الفريمات عم تطلع عمية وعشرين تنزل عم تسعين فهلا الاختبار التاني اللي راح نعمله انه راح ننزل ل الاختبار التو اكس نشوف هاللي بيفرق الاداء بالفريمات كمان راح ننزل على الطرف نحاول انتم يعني نلعب جيم واحد بدعا ما نلعب جيمين حتى نعطي كله زي حق من حقها فرح ننزل متما انتفقنا على الاطراف والتسعين مستقرة ونحن بقلب الطيارة تنزل شوي نزلت على الاربعة وثمانين ولكن بدون تسجيل شاشة نحن هلما عم سجيل شاشة هو هذا الشيء المستغربه انه بدون تسجيل شاشة عم تعطي تسعين مستقرة في استقرار بالعداء ولكن تسعين مو اكتر من هيك ما بتطلع المية وعشرين لاللهم حركات فجائية بينما لما نسجل شاشة بتعطي مية وعشرين لا تنسوا يا جماعة هذا التطبيق تستخدمه على لعبتها على بابجي كنتي يالا الفريمات تسعة وثمانين تسعين والامور الزبادي بالخلاط بشينا على البناء المصاني في احدا انت تفنش انت تنوك نحن نفنش فبدون تسجيل شاشة كانت عم تعطي تسعين فريم مستقرة متى ما نكون شايفين هون مستقرة تسعين فريم وامورها تمام لكن هلأ وطيط الاضاءة لحالة تلقائيا ما كنش هاي فيه لحالة او 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 برد الجهاز شوي رفع طيب هلأ راح نسجل شاشة نحن متل عادة عم نستخدم هذا المسجل فمجرد ما سجل شاشة ايضغري بتطلع على المية وعشرين لسبب ما ولكن ما باعفزه لي وهمية ما فيش هون وهمي صار لانه تطبيق متى ما اتفقنا هو عم تستخدمه شركة تنسينت راح ننزل مثل عادة بنفس الهنجارات ما راح حاول قدر الامكان صغر الفيديو لانه ما بدي حاول الاكتاب مرة فهلأ اه مية وتسطعاش مية وتنطعاش مية وعشرين ونحن بيقل بالطيارة ولكن لما بننزل بتصير في تقلبات بالفريمهات طبعا بين التسعين للمية وعشرين ونحن هلأ عملعب بانتي السنج اكس ويا سلام المنظر حلو ولكن خليهم فوق ليش ما بيعطلوا بعضهم بالطيارة والله فكرة ما اريح الوكلين اه تسسعة وثمانين اشتركوا في القناة كنت راح نيك بلا لوكاسن بلا مكاسن بدنا موت بدنا موت لا 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 يا الله ليش ليش تكمبر ليش تكمبر ليش تكمبر بابا عيني ليش تكمبر هلأ رح نجرب كمان بدون تسجيل شاشة ولكن بدون Anti-Alt-Sync هلأ نحن مع مستجيل شاشة ريحنا الجهاز على الآخر رح ننزل بنفس المكان خارج المنطقة الأساسية حتى نحاول نشوف الفريمات قدر الإمكان وهلأ مثل ما اتفقنا نحن مع مستخدم Anti-Alt-Sync ومع مستجيل شاشة في الجهاز مرتاح جدا هلأ يكون وداعي لنا بالخير طبعا لما يكون معنا عدد لعبين كبير فهو نجاح للاختبار كونه عم ينزل أكتب من 20 لعب بمنطقة واحدة بغض النظر انه عشنا امتنا والأعمار بيد اللاعب 90 فريم 30 وحلوين 98 بدون تجيل شاشة وأنتي ألسنك مطفي ومورة حلوة وظريفة ولك عاش البوت أنا ما بطل غير بوتات لك أنا مغير شوي كنترول فهو حلو معلش معلش وهلأ كونه وصلنا نحن للجيم الأخير أنا فعالت هون بالتطبيق لدرجة الحرارة درجة الحرارة البطارية درجة الحرارة البطارية بنهاية الاختبار كان 36 ولكن هلأ راح نتم هون بدون بدون أنتي ألسنك ولكن راح سجل شاشة فالأمور طيبة عم يعطي فريمات عالية لما بدنا نسجل شاشة طبعا يا شباب نحنا بدنا نعمل نفس الاختبار على تاب سامسونج نشوف مثل العادية راح ننزل بهالأماكن ونحاول نعيش دايتين في سخوني نوعا ما بالتاب في مروح التبريد والله صغيرة مثل التاب يضع شوف يا سلام عم تعطي فريمات دايموند فوق المئة وعشرين من هلنزلين فوق التسعين بين التسعين للمئة وعشرين ونحنا نستجل شاشة ثم مهمت اوند فوق المئة وعشرين شاشة الثلاث الكثير نحنا نزل شاشة بوت هذا بوت لا 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 اه شو راضيك اه شاف البوت الهاب على علمه شاف البوت الهاب على علمه اه ولكن اعطي هلأ 117 120 هادا راجعت لـ 120 عم تطلع تنزل تطلع تنزل يمكن إذا بردنا الجهاز أكتر كان فيه برودة أكتر يعطي استقرار أكتر للفريمونت رمضة بردنا أدواء هلأة جمعون بررا بس بدنا مي واشنری فرائم هلوين شجابكا حينا يا زغيري شجابكا حينا برقاش البلعة فهي نهاية الاختبار متل ما شفنا كانت الفريمات إذا رجعنا شوي لورا راح تلاقي هون دائما لما بيكون عم نسجل شاشة دائما لما بيكون في تجليل شاشة عم يكون في فريمات عالية عم تعطي بين 90% للمية ولكن لما ما منكو عم السجل الشاشية عم تعطي فريمات مستقرة على التسعين ليسبب ما؟ والله هي ليسبب ما ما نعرفه وكمان درجة الحرارة بنهاية الاختبار كانت مستقرة تقريبا بين الـ 38 هاي 38 هي ما ديسة 36 كنت عم نشوفة 36 أو لا عم ترتفع درجة الحرارة 38 ويمكن هذا هو السبب انه ما في استقرار بالفريمات